لكن سنة 1918 شهدت نهايتها أمر يحدث للمرة الأولى في تاريخ الأهلي ستة من لعبي فريق كرة القدم بالنادي الأهلي قدموا استقلاته كانت مفجأة صادمة دول القوام الرئيس للفريق وكان اختبار قاسي لإدارة النادي الأهلي إزاي إدارة النادي حتتعامل مع الموقف ده نحكي اللي حصل فوجئ سكرتير كرة القدم أحمد فؤاد أنور بست لاعبين قدموا استقلاتهم مرة واحدة هم عباسة فندي صفوت وعبد الحكيمة فندي علي ومحمد فندي شكري وكامل فندي طاها وحسن فندي السعيدي ورياضة فندي شوئي فوجئ بهم بعتين استقالة من الفريق يعني مش عايزين لعبوا مع النادي الأهلي تاني في الوقت ده ما كانش فيه لا تحد يسجل اللعيبة في قوائم كل فريق ولا في نظام لانتقالات اللعبين كان كل نادي بيبعث للجمعية البصرية الإنجليزية الكرة القدم موافقة على لعب بطولة كاس السلطان حسين ومعها قائمة بأسماء اللعبين اللي حيشاركوا في صفوفه وبعد انتهاء البطولة بيبقى من حقق أي لعب انه يتنقل لفريق تاني كان اللي عايز يسيب نادي للمشاركة في مسابقة تانية بيقدم طلب استقالة للنادي ويروح للنادي التاني يشارك معاه في مبارياته كانت انتقالات اللعبين كتير قوي في الوقت ده تلاقي لاعب بيلعب في فريق والموسم اللي بعده بيلعب لفريق تاني والسنة اللي بعدها يرجع للفريق اللي كان فيه قبل كده الست لعبين كان النادي باعت أسميهم مع باقي الفريق اللي حيلعب مسابقة كاس السلطان حسين والتوقيت كان صعب الاستقالة قبل بدء مباريات البطولة مباشرة كان أمر صعب وأكتر من نص الأساسيين في الفريق حيسبوه طب ليه الاستقالة؟ سكرتير الكرة أحمد فؤاد أنور بدأ يبحث عن أسباب الاستقالة وعرف من أطراف من خارج النادي أنه تم التأثير على اللعبين للاندمام لنادي تاني علشان يشاركوا معاه في بطولة كاس السلطان حسين إزاي إدارة النادي تعاملت مع الموقف ده؟ يطرت حيلة على اللعيبة عشان يكملوا؟ هل تخيلت أن فيه إغراءات اتقدمت ليهم فقررت أنها تقدم إغراءات مقابلة عشان يستمروا في الفريق؟ اللجنة التنفيذية للنادي قررت الاجتماع عصر يوم السابت 2 نوفمبر 1918 وقبل الاجتماع بساعات وصلها تراجع أربعة من اللاعبين عن الاستقالة وبعد الاجتماع كان القرار كما يلي نظرت اللجنة في الاستقالات المقدمة من عباسة فندي صفوت وعبد الحكيمة فندي علي ومحمد فندي شكري وكامل فندي طاها وحسن فندي الصعيدي ورياضة فندي شوي ولاحظت اللجنة أن تقديم هذه الاستقالات في وقت واحد يقصد منه الانسلاش من النادي والاشتراك بنادي آخر لقصد المباراة في الكأس السلطاني ولذا كان من رأي اللجنة مقابلة هذه الحركة بالشدة وتقرير قبول هذه الاستقالات مع حرمان أصحابها من الاندمام إلى النادي مدة سنة على الأقل غير أنه تقدم إلى اللجنة اليوم خطاب من كل من حضرات رياض شوئي ومحمد شكري وكامل طاها وحسن الصعيدي يسحبون به استقالتهم فقررت اللجنة في هذا الموضوع ما يأتي الموافقة على سحب الاستقالات المقدمة ممن ذكرت أسماؤهم سابقا به تأجيل الفصل في الاستقالة المقدمة من عباس صفوت وعبد الحكيم علي بناء على طلب حضرة صاحب العزة عبد المجيد بيك أمر دا كان قرار اللجنة التنفيذية ونلاحظ أن اللجنة في سياغتها للقرار قالت أن كان هناك قرار صارم بقبول الاستقالات من الست لعبين مع حرمانهم من الاندمام للنادي مرة تانية كأعضاء لمدة عام وهنا أن النادي كان بيضم طلب وموظفين كتير بيلعبوا لأندية أخرى لكنهم كانوا بينتموا للنادي كأعضاء فقط يعني كانت النية قبول استقالتهم كرياضيين من النادي وكمان حرمانهم من عضوية النادي لمدة سنة لكن تراجع أربع منهم وفقت اللجنة على طلب صحب الاستقالة أما الاتنين التانيين عباس صفوت وعبد الحكيم علي حيتم تأجيل البد في استقالتهم لوقت تاني ونقف هنا اللجنة كانت من حقها رفض الاستقالة واللعيبة حتلعب مع النادي حتلعب مع النادي وتكمل لكن اللعيبة دي حتلعب البطولة وبعدها حتمشي برضو ومن غير استقالة يعني كان ممكن يكون فيه تفكير في الاستفادة منهم في البطولة وبعدها يروحوا بقى مطرح ما يروح لكن وده المهم إزاي بعد موافقت تلعب للنادي وتسجل اسمك في القيمة تطلب انك تمشي في توقيت حساس زي ده دي مسألة مبدأ وعشان كده اللجنة التنفيذية في قرارها ذكرت ان النية كانت تتجه لقبول استقالة الست لعبين رغم حاجة الفريق لهم لان الاساس هو المبدأ والفوز في مباراة او بطولة مش هيخلي النادي فرط في سياسته ولا نظامه ابدا ده كان اول موقف تربوي في تاريخ الاهلي رياضيا موقف حتى اساس في التعامل مع اي تمرد يحصل من اي لاعب في الفرق الرياضية الحسب لن يغضع الاهلي لاي لاعب يلود رعهم مهما كانت الخسائر موقف يعلم اي لاعب في اي لعبة ان التلاعب بمقدرات الفريق اللي بيلعب فيه هيكون العقاب سريع وبدون التفكير في نتيجة المباريات مواقف استمرت منذ ناشئة النادي وطوال 114 سنة ولحد النهاردة المبادئ فوق البطولات